موسيقى هلأ وين مشكلتنا؟ في كثير من الدول الغنية تستطيع أن تضخ سيولة في السوق احنا عملنا هيك من خلال إجراءات اللي عملها البنك المركزي وتقليل أسعار الفائدة هذا كله ضخ سيولة في السوق لكن استطعنا أن نوقف جزء من النزيف ولكن لم نستطع أن نحقق معدلات نمو مرتفعة ذلك أنا بتقديري قانون الموازنة اللي هو جوهر سياسة الحكومة الاقتصادية هذا سيكون الملف الأعقد والأصعب بلا أي جدل لأنه من جهة إراداتك قلت زي ما حكى أبو سعد ومن جهة أخرى نفقاتك عم بتزيد انت حط في بالك هاي المعضلة انت عندك معدلات بطالة مرتفعة طيب انت عشان تقلل نفقاتك مفروض توقف التوظيف بس إذا وقفت التوظيف شو اللي عم بتساوي انت فعليا عم بتزيد معدلات البطالة حلقة مفرغة في منتهى الخطورة ومنتهى الصعوبة ذلك الخيارات أمام مالية العامة للدولة ستكون في منتهى الصعوبة وأنا أتوقع أنه نقاشات الموازنة بتعرف النواب بديوا يطالب بديوا يطالب بمزيد من الرضائف بديوا يطالب بمزيد من الخدمات وهذا حقهم بس بالمقابل وزير المالي بيقول لك أنا إراداتي هل قد يعني احكي لي بحجم الإرادات اللي موجود معي أنا تقديري ما يمكن عمله في هذه المرحلة اقتصاديا أن نتحدث مع الناس بوضوح وبشفافية إحنا إراداتنا هيك إحنا قلت إراداتنا بهذا الحجم إحنا ما منقدر نتوسع بالنفقات في هذا الموضوع إحنا ما منقدر نستمر بنفس الطريقة اللي إحنا مننفق فيها لأنه إحنا كنا اقتصاد شبه ريعي نصنف رسميا على أننا اقتصاد شبه ريعي بسبب قربنا من دول الخليج وأعداد الأردنيين الموجودة تعمل في دول الخليج اللي هي حوالي 800 ألف أردني وعادة منهم عدد كبير وعادة منهم عدد بعض وسيعود وسيعود كبير هذا مهم أنه ينحك مع الناس بوضوح لماذا؟ لأنه هذا بيخففهم بالضغط على القرار من حق الناس أنها تطلب أي شيء بدهياه لكن بالنهاية في موارد معينة من هون بيجينا ضرورة الموازنة ما بين الصحي والاقتصادي نحن لسنا دولة غنية نفطية بحيث أنه نتعامل مع قرارات إغلاق القطاعات الاقتصادية بهذه السهولة لا يجوز أن نفعل ذلك لأننا أساساً دولة تعاني اقتصادية أنت شايف أننا عودة لحظر شامل طويل؟ برأيك؟ أنا برأيي سيكون من الجنون العودة لحظر شامل طويل أنا رأيي أي قرار ليس مبرراً بقوة صحياً يؤثر على الاقتصاد يجب أن يوقف مهما كان لأننا اقتصاد يعاني ما بيصير أنا بفهم القرار الصحي بقبله بالإغلاق أو بالحظر أو بغيره إذا كان هناك مبرراً قوياً له لأنه تكلفته عالية على الاقتصاد ليس على الخزينة بحكي بحكي على جيوب الناس لذلك أنا بقول عملية التوازن في دولة كالأردن عملية الموازنة ما بين الصحي والاقتصادي يجب أن تميل قليلاً للاقتصادي مش لأنه إحنا ما منهتم بصحة الناس لا سمح الله لا ليس صحيحاً بس لأنه إحنا نعيش في ضنك اقتصادي الدول الغنية أخي محمد ضخت مليارات باقتصادها نعم دول زي ألمانيا وزي أميركا وزي دول الخليج إحنا ما عنا مليارات نضخ إحنا عنا نخليها الاقتصاد يمشي نبح صوتنا وإحنا نحكي ضرورة فتح السياحة الداخلية إطلعت روحنا وإحنا نحكي ضرورة فتح المطار هاي منشآت بتجيب مئات الملايين للخزين وبتشغل عشرات العائلات والناس والميومة ما بصير تغلق بهذه الطريقة أنا رأيي هذا الشيء الأهم وأنا أثق أن هذه الحكومة فيها فريق اقتصادي وفيها من الكفاءات السياسية التي تفهم الاقتصاد ما سيؤهلها من اتخاذ القرار الصحيح ونتمنى ذلك